بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الجزء الثالث من درسنا الخاص بالبروجيكت ريسك مانيجمنت او ادارة مخاطر المشروع كنا خدنا في الاجزاء اللي فاتت اربعة بروسيس واحدة خاصة بالبلان ريسك مانيجمنت والايدنتفاي واثنين خاصين بالكوانتاتيف والكوانتاتيف اناليسيز طيب النهاردة ان شاء الله هناخد البلان ريسك ريسبونس والكنترول نبدأ الاول كده بالبلان ريسك ريسبونس ونقول ايه الفايدة من البروسيس دي البروسيس دي بتقولي انك بعد ما عملت ايدنتفاي عرفت مخاطر وحللتها كده وعرفت قيمتها والامباكت بتاعها قديه والبروبابيليتي بتاعها قديه طيب هتتصرف ازاي لو حصل الخطر ده ايه هو الريسبونس اللي انت هتعمله او هتاخده هتكون استجابتك او خطتك لما يحصل الخطر ده ايه ففي البلان ريسك ريسبونس احنا عايزين نعرف ايه هو الريسبونس نعمل تخطيط كده لما يحصل الخطر هنتصرف ازاي استجابتنا هتكون ايه او خطتنا ايه لمواجهة الخطر ده سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف ازاي طيب الانبوتس اللي عندنا ريسك منيج منت بلان والريسك ريجستر نفسه اللي موجود فيه المخاطر والتولز والتكنيكس الستراتيجيز للنيجاتيف وللبوزيتيف ريسكس اللي هي التهديدات والبوزيتيف ريسكس اللي هي الفرص الاتنين دول هما يعتبروا التولز والتكنيكس اللي يعتبروا محاور البروزيس دي قبل ما نبدأ في التولز والتكنيكس هناخد كده مراجعة سريعة على الشكل واضافة برضو لللي جاي اه ليه الهيكل كده بتاع الريسك عامل ازاي انا في الاول عملت ايدنتفايل الريسك عرفت ايه هي المخاطر بعد كده عملت لها تحليل نوعي ميديم لو هاي وهكذا طيب لو كان الريت بتاعها كان ضعيف عملنا ايه حطناها في الواتش ليست لو كانت مينور ريسكس حطناها في الواتش ليست عشان نرائبها طيب لو ما كانتش مينور ريسك حجم الاتنين يا اما محتاجة تحليل زيادة تحليل كمي او مش محتاجة خلاص ابدأ اعمل لها ريسبونس طيب لو وصلت لمرحلة ريسبونس ان انا بعمل او خطة طوارق او اللي هو الاستجابة بتاعتي للخطر هتبقى ازاي بتبقى حاجة من الاتنين يا اما ان انا اعمل متجيشن يا اما اكسبتنس اكسبتنس مقصود بيها ان انا ما تصرفش وما حطش خطة اكسبتنس سواء كتهديد او فرصة مش مقصود بيها ان انا هاخد الفرصة مثلا لا اكسبتنس كترمنولوجي او كاستلاحنة من البي ام ما اي مقصود بيها ان انا مش هيكون لي اي بلان مش هعمل اي خطة المتجيشن يقصد بيها جميع الخطط اللي انا ممكن اعملها من قبول او تلطيف او ان انا يعني استغل الفرصة او ابنع التهديد خالص جميع الاستراتيجيز اللي هندرسها بيطلق عليها متجيشن استلاحا كده ولو كان ان متجيشن تعتبر جزء من الانواع دي زي ما هنعرف بعد شوية لكن كاجمالا يعني في الاستلاح العام في السوق كلمة متجيشن مقصود بيها كل الاستراتيجيز اللي ممكن انا اخدها طيب لو عملت استراتيجي معينة او يعني حطيت خطة طيب الخطة دي ممكن ان هي خلاص يبقى له كده الوضع سيف اوكي لما يحصل الريسك ده هبدأ انفز الخطة او انها هيتولد عندي خطر جديد بسميه secondary risk نتيجة الخطة اللي انا عملتها نتيجة المتجيشن طيب ال secondary risk طبعا ده قصته قصة تانية ان انا هدرسه هو قليل ولا كبير ولا ايه لعل ان هو يعني يخليلي الاستراتيجي دي نفسها ما تنفعش او ان انا ما اخدهاش بسبب ان هو كبير او ان هو secondary risk ده حاجة بسيطة يعني على حسب هتعمل معا ازاي طيب ال acceptance معناها ان انا مش هعمل خطة هرضى بالوضع زي ما هو لا هسعى ان انا اخد الفرصة ولا هسعى ان انا امنع او لطب حتى الريسك نفسه فبالتالي هيفضل عندي الريسك زي ما هو بسميه ريسك ريسك متبقي طب الريسك المتبقي ده بيبقى حالة من الاتنين يا اما ان انا هحط له ريزيرف مجموعة من الوقت الزمني او الفلوس مثلا حططها له عشان لو الخطر ده حصل اصحب من الفلوس دي او اا اعمل حسابي على الوقت الزمني ده او ان الحالة تبقى نفسها نيجاتيف ان انا ما حطتش ريزيرف سيبت الريسك زي ما هو وكمان ما حطتهش ريزيرف طيب نبدأ كده فااااة تعريفات نبص عليها بسرعة تعريف الاول ريسك تريجر ريسك تريجر معناها العلامة اللي لو حصلت ابدأ انتبه ان الريسك على وشك انو يحصل ايه هي العلامة اللي لو حصلت ابدأ انتبه على سبيل المثال لو انا بشتري آآ سلع من الخارج والسلع دي مثلا معتمدة على النقل البحري بسبب ان هي long lead items جاية مثلا من برا كان طيران ولا بفصل او بصفن يعني فبالتالي لازم ان انا ايه يعني ابقى رابط الكلام ده بسعر الشحن طب سعر الشحن مرتبط بالاسعار العالمية للوقود لو بدأ الاسعار العالمية للوقود تختلف اعرف ان تكلفة الشحن ممكن ان هي هتكون ازيد او اقل وهكذا يعني ببدأ ان انا احط على الحرامة للريسك بسميها trigger او symptom الكنتنجنسي بلان هي المخطط له ان هو يتعامل لما التريجر ده يحصل الفولباك بلان هي خطة المتابعة مقصود بيها البلان بي يعني لو انا عامل اكتر من خطة لو الريسك ده حصل هتنتصرف ازاي دي بلان ايه طيب لو بلان ايه فشلت هتصرف ازاي هل في خطة تانية بديلة الخطة البديلة دي بلان بي بسميها fallback plan وان كان مش ضروري ان هي تكون لكل البلان على حسب طبعا ايه الاستطاع الresidual risk تعرفنا عليه من شوية قلنا ده الريسك المتبقي بعد الacceptance secondary risk قلنا ده هو الريسك الثانوي اللي بينتج عن ان انا نفست response معين او عملت mitigation معينة فبينتج عنها secondary risk الworkaround ده عبارة عن response لخطر معين لتهديد مش opportunity لتهديد بيكون حصل بالفعل وبكون انا مثلا حطيت له خطة والخطة دي حاجة من الاتنين اما ما كانتش ناكحة او ما كانتش فعالة فان هي فعلا تتغلب على الخطر ده فبالتالي محتاج اعمل خطة بديلة بسرعة وليدة اللحظة يعني اثناء حدوث الريسك في نفسه فبسميها workaround او ان الخطة نفسها ما كانتش كانت تبقى موجودة وبالتالي يعني في اللحظة نفسها اثناء حدوث الخطر ده بدأت افكر وجمعت الناس وعملنا meeting وقلنا نتصرف ازاي التصرف ده هو ده الworkaround الresponse او الخطة ما تعتبرش بقى خطة التصرف نفسه اللي انا هعمله كاستجابة للتهديد ده اللي حصل بس الفرق ما بينها وما بين plans اللي فاتت contingency plan او fallback plan انه دول مخطط لهم من قبل لكن الworkaround دي وليدة اللحظة نتيجة ان انا عايز اتصرف دلوقتي فعدت فكرت اثناء ما الريسك خلاص بيحصل وبدأت ان انا اقول ممكن اتصرف ازاي الcontingency reserve والmanagement reserve كنا اتكلمنا عنهم قبل كده في الtime وفي الكوست وقلنا انه هم contingency ده بييد الرجل مدير المشروع درس فلاقى في مخاطر معينة فحطت لها مثلا مجموعة من الفلوس عبارة عن reserve او مجموعة من الزمن او وقت يعني من الزمن ده عبارة عن احتياطي reserve بسبب ان المخاطر دي هو مش قادر يعمل لها mitigation فبسميه contingency reserve طيب جاء الرجل المدير بقى بتاع مدير المشروع مثلا اللي هو السينير منجمنت او الادارة العليا جاءت الادارة العليا وقالت طيب ممكن يكون في مخاطر تانية مدير المشروع ما يعرفش عنها حاجة مثلا طيب هنخليلها 5% احتياطي بسميه management reserve funds or time allocated by top management for unknown unknowns نبدأ في التولز والتكنيكس اللي عندنا اول حاجة الاستراتيجز للتريتز لو عندي تهديدات اتصرف معاها ازاي عندنا اربعة استراتيجز avoid mitigate transfer accept نلاحظ هنا ان المتجيت واحدة منهم بس هو عرفا في السوق بيتقال عليهم كلهم mitigation لكن كknowledge هنا بالنسبة لنا في PMI terminologies هنبقى عندنا اربعة avoid ان انا حاول اتجنب الخطر تماما امنعه من جزوره امنع السبب اللي مؤدي له فبالتالي مش هيبقى فيه خطر اساسا وحطط لي الامثلة هنا ان انا ممكن اعمل removing احد ال work packages بعمل مشروع واجا اقول يعني في المشروع ده فيه جزء معين ده ممكن يحصل منه اخطار فبالتالي انا يعني ايه هلغي الجزء ده بالكامل اللي ممكن يحصل منه تهديدات زي خسارة في الربح مثلا فبالتالي لغيته خلاص طلا ما تلغى ما فيش احتمال اساسا بقى ان يبقى فيه تهديد لان انا لغيت السبب الرئيسي بتاعه تجنبته تماما الاستراتيجي التانية في التهديدات اللي هي mitigate او اخفف من التهديد نفسه على سبيل المثال مثلا ان انا بستورد حاجة من برا والحاجة دي الان لاحسن ان هي تتأخر مثلا فبحاول ان انا يعني اقل الاحتمالية ان هي تتأخر بان انا اشوف مثلا احد الموردين اللي سمعته عالية ما بيتأخرش في التوريد المنتجات وما حصلش معاه مثلا تأخرات قبل كده فبحيث ان انا اقلل احتمالية تأخير المنتج اللي جاي من برا ده كده mitigate ان انا اقلل probability او اقلل ال impact اللي هيترتب على الرسك ده الاستراتيجي اللي بعد كده اللي هي transfer transfer مقصود بها ان انا نقل الخطر على حد تاني من خلال مثلا ان فيه package معينة فيه المشروع انا مش هعرف انفزها بسبب ان هي مثلا حاجة صناعية او حاجة marine work او كده وانا مليش خبرة في الموضوع ده او مجاي اعطيها ل subcontractor عشان ما عودش بقى اشغل بالي يعني في ايه في الحسابات بتاعتها وبالتالي انا ممكن اخسر فيها لان الناس مش qualified عندي قوي وما عندش المعدات دي ومش عارف اسعار المعدات البحرية دي بشكل كويس فبالتالي قدي الموضوع ل subcontractor هو اللي يعمل الموضوع او برضو نفس المثال ال insurance ان انا الان يحصل خسائر من حاجة معينة يبقى فيه insurance تأمين بيغطي الموضوع ده الاكسبت اللي قلنا عليها ان انا هكون ساعتها مش هياخد اي بلان مش هرتب اي خطة للتهديد ده هسيب التهديد دوت وخلاص مش هعمل له اي خطة قلنا نوعين negative acceptance و positive acceptance negative لو انا يعني خلاص سبت الموضوع ما حططلوش لا reserve ولا عملت اي حاجة just document the risk مجرد بس ان انا كتبته او positive acceptance مقصود بان انا جبت شوية reserve سواء كان money او time وعملت له allocation خليته عندي في الميزانية او في time schedule باعتبار ان لما الخطر ده يحصل يسحب من الجزء ده نقولهم تاني الاربع strategies avoid ان انا منعه خالص mitigate ان انا حاول اقل probability او ال impact transfer انقل الخطر على حد تاني accept ان انا ما اخدش اي اجراء سوى بس ان ممكن يكون reserve بيتحط طيب الطول والتكنيك اللي بعد كده strategies for opportunities strategies اللي انا هستخدمها عشان استغل او اتعامل مع الفرص هلاقي ان هي تقريبا نفس strategies اللي فاتت للthreads بس مقلوبة بحيث ان هي تكون للتعامل مع الفرصة بدل avoid هلاقي exploit ان انا استغل بدل mitigate التلطيف هلاقي enhance تحسين بدل الترانسفير على حد هلاقي share ان انا اشارك حد والaccept هي هي طيب exploit يعني في امثلة هنا موجودة بس انا حابب ان انا اخد مثال تاني كده exploit معناها ان انا استغل الفرصة تماما على سبيل المثال لو قلنا ان انا عايز انا مؤسسة مسلا وعندي شوية مشاريع هعملها والمشاريع دي عبارة عن متين مبنى مسلا متين مدرسة ولا متين بريكاست وحدات جهزة الوحدات الجهزة بتبقى يعني بتتصنع وبتيجي تتركب بس في الموقع طيب عشان اعملهم بريكاست دي فرصة ان انا يعني هعمل وفر كبير في المشروع طيب ايه رأيكم ان انا كشركة او كمؤسسة ممكن يعني يبقى عندي مؤسسة تانية او يبقى عندي شركة يعني فرعية بتصنع البريكاست وبقى انا كده خدت الوفر ده كله لحسابي واستغلية الفرصة تماما يبقى كده ده exploit طيب مش قادر ان انا استغلها تماما ومش قادر افتح المصنع ده ممكن احاول اعمل enhance يعني ان انا ازود احتمالية حدوث الفرصة او ازود ال impact اللي جاي من الفرصة يعني ال impact اللي جاي مش هقدر اخده مثلا كله طيب اخد على قد ما اقدر منه ديزاين عادي يبقى ديزاين لprecast فبالتالي السعر هيبقى فيه تنافس على الprecast والناس كلها هتحاول ان هي تقلل السعر عن السعر العادي عشان التنافس اللي ما بين المقاولين وبعض في العطى يعني او في التندر فبالتالي هبقى كسبت شوية فرق السعر لكن مازال المقاول اللي رسي عليه مستغل شوية من الربحية اللي انا كان ممكن اربحها لو انا اللي عملت المصنع ده بنفسي طيب الشير ان انا اشارك حد طب انا مش قادر اعمل الكلام ده يعني ممكن ان انا ايه كنت اشارك واحد عنده مصنع اشوف حد عنده مصنع بتاع بريكاست واعمل معاه شراكة ان انا يعني ابقى شريك داخل شريك في المصنع والربحية مقسومة ما بيننا احنا الاتنين بنسب معينة وكذا فبالتالي ده احد الحلول برضو ان انا ابقى اعمل شير ان انا اشارك الحل الرابع او الاستراتيجي الرابعة الاكسبت او القبول القبول مش مقصود بها ان انا اخد الفرصة مقصود بها ان انا يعني مسعاش لها او ان انا اسيب الموقف يعدي زي ما هو ما قربش من الفرصة خالص ولا كاني كنت شفتها فبالتالي هو الحل السلبي وان يبدو اسمه كاكسبت ان هو ان انا هاخد الفرصة لكن لا هي استغلال الفرصة ان انا باخدها لكن اكسب مقصود بها مقصود بها ما بسعاش لها لو جات جات الموضوع يعني ما جاش خلاص فبالتالي هو يعتبر ايه الحل الاخير او الحل السلبي نوت فور كويشن يعني من الاسئلة كده لا شك ان اتكلمنا عنها من شوية على التريجر ان التريجر هو عبارة عن السيمتوم او العلامة اللي هي بيبقى معناها ان على وشك خلاص الريسك ان يحصل فبالتالي لو لقيت التريجر ده موجود المفروض اعمل ايه تيمبليمنت او تنفذ ريسبونس بلان طيب البروسيس اللي بعد كده اللي هي الكنترول ريسك جميع البروسيس اللي خدناها فات اللي فاتت او اللي خدناها قبل كده في الشابتر ده هي جهود تخطيطية كلها ان انا واقف في بداية المشروع لسه وبقول انا ممكن اتصرف ازاي في كل عنصر من العناصر او لما يحصل مثلا ريسك معين فكلها جهود تخطيطية الكنترول هنا بقى اثناء التنفيذ نفسه اثناء المتابعة انا هتصرف ازاي او هعمل ايه هيبقى عندي ريسك ابدأ ان انا اخذ الاجراء بتاع الكنتنجنسي بلان وكون معين واحد هو اللي متابع الموضوع وفي نفس الوقت يعني ابقى بتابع المخاطر لو في احد المخاطر مثلا يعني عدى الوقت اللي هو كان ممكن انه يحصل خلاص ابدأ اشيله من ما بحزفوش تماما يعني بس بكتب قدامه خلاص ان ده لم يعود فعال يعني ومش متوقع انه يحصل وكذا بقى اثناء فترة المشروع شغال update على risk register قبل التكنيك يعني في شوية ملاحظات اللي هي انا بعمل ايه اللي احنا اتكلمنا فيه من شوية monitor and control risk look for occurrence of risk triggers برائب التريجر انها بتحصل او لا برائب residual risk برائب الحدوث communicate risk status ببدأ ابعت report للناس المختصة على الحالة بتاعت risk determine if something still valid هل الفرضيات اللي انا كنت تفرضها نازلت صحيحة ولا لا recommend corrective action لو محتاج ان انا اخد corrective action او اجراء تصحيحي بعمله recommendation use contingency reserve بستخدم او بستهلك reserve اللي انا كنت حطه لما احتاجه طيب الطول والتكنيك الاولاني risk reassessment الطول والتكنيك الاولاني معانا risk reassessment مقصود بي ان انا على فترات متتالية من الزمن ابدأ ان انا اراجع خطة ادارة المخاطر واشوف ماذا فعاليتها واراجع risk register واشوف هل فعلا الرسكات اللي فيه مازالت موجودة ولا لم تعد فعالة ولا هل انتهت خلاص ولا ما فيش يعني توقع ان هي تحصل خلاص الوقت بتاعها عدى وكذا الطول والتكنيك اللي بعدين اللي هو risk audit مقصود بالrisk audit انه يجيلي ناس من ال HQ مثلا او المكتب الرئيسي بتاعي الناس دي تبدأ انها تعمل زي تفتيش كده هل انا فعلا عامل risk management بشكل كويس دارس الرسكات بشكل كويس طيب الناس مستعدة فعلا ان هي تاخد الاكشن لو حصل السيمتوم او هل risk owner مجهز فعلا ليه حاجة زي كده ولا لا الطول والتكنيك اللي بعد كده variance and trend analysis variance اللي هو الانحراف دايما في اي عملية planning المفروض ان انا اقيس الانحراف اي عملية حتى سواء كان time ولا risk ولا ايا كان ليه لان انا حطيت plan plan معناه ان انا كان عندي expectation معين طيب الواقع كان نفس expectation ده ولا لا احاول ان انا ادرس الفرق ما بين ده وده هو ده variance في صورة الحاجات المريكال زي time مثلا بيبقى variance بطرح date من date مثلا عبارة عن التأخير بكم يوم مثلا كان الانحراف الزمني كام نفس الحكاية في المني مثلا او في الكوست بيبقى مثلا الحراف المالي قد ايه لكن بالنسبة لبعض الحاجات تانية مثلا بيبقى محتاج مقارنة بتأمل شوية ان انا اقول اه انا كنت متوقع ان انا اعمل كذا ومخطط لكذا بس النتيجة تلعت كذا حاجة تانية في اتجاه تاني استفيد فيما بعد على التأثيرات بتاعة التريت والاوبرتونيتيز التول اللي بعد كده اللي هي تيكنيكال بيرفورمانس ميجرمنت مقصود بيها قياس الاداء الفني انا بيبقى عندي في المشروع دروينج بتقول ان انا هشتغل باجهات خراسانة مثلا معين ليفلز مساحية او مناسيب مساحية معينة بقيس الواقع اللي هو الاسبلت بالنسبالي بالدروينج الديزاين دروينج نفسها واشوف الانحرافات اخبارها ايه ومن خلال مدى نجاحي في التحقيق المواصفة والدروينج اقدر اتوقع هل مسلا في مخاطر ولا لا التول اللي بعد كده الريزيرف اناليسيز الريزيرف اناليسيز يقصد بي ان انا لما حطيت ريزيرف محطتهوش وخلاص ونسيتو لما قلت في الجدل الزمني انا عايز ازود عشان عدد ايام مسلا عشان الريزك ده وده وده مزودتهمش ونسيتهم لا ده انا كاتبهم وعمل لهم في وبينين عندي ان كان فيه ريزيرف سواء كان مالي او كان زمني فبالتالي الريزيرف ده انا محتاج ان انا تبقى عيني عليه واعرف باستمرار هل انا استهلكت الريزيرف كله ولا فاضل منه قد ايه طب واللي فاضل ده يعني مقابل الريزك الريمينينج ولا لا في نفس الوقت لو انا مثلا كان فيه عندي ريزك كنت حطيت له ريزيرف والريزك ده ما حصلش وعد وقته طيب الريزيرف المتبقى ده اخده بقى اشتغل بيه في اي حاجة تانية لا الريزيرف ده كان محجوز للريزك ده لو ما حصلش الريزك اف ريزك دي ناط بكير لو ما حصلش الريزك ده خلاص يبقى الريزيرف ارجعه للشركة لان انا كنت حاجزه على اسم ان فيه ريزك محتمل انه يحصل طيب وهنا برضو يعني ملحوظة الى هلنا ريتا كده asking for addition reserve indicate that project manager has not properly planned يعني يكون ان انا اسأل على فلوس زيادة كريزيرف وانا كنت حاجز من البداية خلاص ريزيرف مثلا خمسة مليون وجيت قلتلهم معلش انا محتاج زيادة ده معناه ان انا عامل planning بطريقة غير سليمة او غير صحيحة بكده يبقى خلصنا الجزء بتاع control risk وخلصنا الشابتر بتاع risk management